مسامينا سلام الله عليكم أهلا وسهلا مرحبا بكم معنا دائما في إطار الجولة الكومبير راديو أصوات في جهة الداخلة واد الدهب نحط الريحة لمنطقة المنطقة كان بشول بليس ديال السياحة كان ندير بكم الجولة في الجهة ديال الداخلة واد الدهب كان نوريو المعالم السياحية في الحقيقة كنت نسيك في منطقة شيء جميل رائع جدا من البحر من الجبال من الرمال من الصحراء يا سلام خاصة السائح والسائح المغربية وحتى الأجانب يجيوا بكترة وإحنا باش نسهل لكم المأمور يا مني كتنزل وكتجي للدخلة شنوم الأماكن اللي ممكن أنك تبشي لهم أنك تشوفهم أنك تمارس لهوية ديالك المفضلة سواء بالنهار ولا سواء بالليل من هاد المحطات اليوم غاد نقرب بكم من واحد يعني داخلها في إطار ديال رياضات ديالركوب الأمواج وعندها علاقة بالبحر والسياحة البحرية اللي هي يعني اللي كي تسغف اللي كي يجيوا ليه الناس باش كي يمارسوا هاد الهوية ديالهم وحتى اللي ما كيعرفش راه كي يجيوا كي يتعلم كي يبدو معاه من من الزيرو كي يبدو معاه حتى كي يعرف والمدة الزمنية ديال باش يتعلموا باش يقوم باد العملية مصعبة شاي لهاد الغاية هادي وهالتفاصيل كاملة يحضر معي الشاب ديالنا المناجرسي عبدالإيلا برحال اللي هو هنا في مدينة الداخلة يعني كي تعمل أجانب وكتعمل مع المغاربة باش نقربوكم من هاد الرياضة اللي هي ساهلة ماهلة غير خصة واحد شوي ديال الخطوات وتبع التعليمات هي اللي غدي نحاول خلال الحلقة اليوم مستمينا في إطار هذه الجولة هادي أنني نعرفكم بها ونقربكم لها سي برحال أهلا وسهلا مرحبا بك على آتير إذاعة أصوات وخلي الميكروشي شوي قريب باش نسمعوكم زيان أولا محبب بيكم في مدينة الداخلة شكرا محبب بيكم جيتوا عندنا نعرفوكم ان شاء الله علاقة على رياضات المائية اللي كنديرونا في مدينة الداخلة كما كتشوفوا عندنا في هاد الالبلاسة اللي جيتوا عندنا كنقولوا لهذا لغين انك يكون عندنا فيها جوج ديال الرياضات الأساسية اللي كيتاروهنا جوج اللي هما اللي كيتسيرف والوينك فويل انك هادو جوج رياضات كي يتعملوا بالأساس على الهواء انك خاصنا ديما تكون عندنا رياح و الحمد لله والداخلة مدينة والرياح موجودة اه ذاك شي اللي احنا عندنا الداخلات ديما الرياح كهينة موجودة الحمد لله وانك ذاك شي لاش كتلك نوحة الإقبال الكبير هنا في مدينة الداخلة بالنسبة لهذا الرياضات كي يجوا عندنا أجاريب من قاعة منحق العالم والداخلارة مصنفة من عشر أحسن البلايس في العالم يا سلام لهذا الرياضة هادي يالله نبدأ وده بالتفاصيل نبدأ بل كي يتسيرف بل كي يتسيرف هدنا كتمشي يعلى واحد لنحو خمسة دي المراحل مرحلة اللي اولة كتكون هي الكنترول دي الافوال يالله انت واحد جاك سائح مغربية ومغربية يالله بغي يتعلم عجبات وادرياضة شافها في الاشارات شافها عندنا في راديو اسواس بغي يتعلم عشان الخطوة الاولى باش كتبتها مع السعب الاله الخطوة الاولى هي كيفاش يكترولي الافوال ديالله مهم الفوال هو دك الشراع اللي كيكون في آه شراع اللي كيكون في فرملاق لا فرملاق كن ودهو معفلي طبول كتبتها ما يدخل شلمه ما ما يقرب شلمه اهه حتى يكترولي الافوال ديالله زيان يعرف الاتجاهات في نخصه يحطار مهم تناسبا مع الرياح مع الرياح في الاتجاه دي الرياح ايه لذلك المرحلة الثانية كانت ديالله يحاول انه يدير الناشط حاك تكي يجر راسه بهذيك الافوال في مجموعة الاتجاهات على اساس انه هذيك كتكون محلها مرحلة ديال تعزيز دياله البراتيك ليدرنفل اللوه مش انه يقدر متلا طاحت له الافوال ديالله يقدر يمشي عندها غير عن طريق الشارع ديالله الافوال لذلك باش يمشي عندها ويجي بالعنده انا هذي المرحلة الثانية ايه حال خصوة ديال اذا وزف هذي ديال الوقت ديالر منه اذا بها هذو هل حساب هو تاني؟ كي يتعلم دغياء كي يتعلم دغياء كي يتعلم في الوقت شوي يخصو تقيل باش يالله يتعلم انت مني تتحسبيه راه بدأي تتعلم نحن دهوز ديرектهم هنا باحنا ضروري عندنا أي مونيتور عندنا هنا يكون خطوة حال قارع لالي كنديسيون ديال للتعلام لانك كي يعرف الافوال راه صاحبه راهو لموجود اه هالله سيدي أول جمع دوازل اللي طاب تاني يدخل الماء هذه الثالثة هي أنه يحاول أنه يجرسه ويشد البلانشه في الده يكون شاد في الده ويحاول أن يجد نفس التمرين ويحاول أن يجرسه وفي الده من بعد هذه المرحلة قد يجرس المرحلة مقبل الأخر أنه يحاول أن يجرسه الناس ويحاول أن يقف ويحاول أن توقف وإنه سيقف ويجرس الناس للمونيتور وعطي أعطي الأشياء أدرسهم ويجدونه أدرسهم وفي أوقف وفي البلانشه يبدأ أجتهاد أو إبعاد ويجرد الخطب 对ها يجرد الى الشيء و هل كانت مجرد من أسهل المساعدين؟ هذا هو مجرد من أسهل المساعدين فهذا يجب أن يرى الأفوال في المارك يقربون لهم يجب أن يجب أن يكونوا يجب الأفوال أو لا يجعلهم أن يتمكن من تعتمد على راسهم لماذا نحن ندوز من المراحل الكاملة وعندما تجعلهم للمناطق بأن يكونوا يجب أن يفقوا على المناطق يقدرون لأفوال ساعتمد على الرسال لأن الذي يفMark ي العمار في السابق صافي منك يتعلمك تقول لي اتوكل الله يزمع الشرع دياله ويبشي دير في المبغى اي بلاصة دير رياح نعم ذاك شيء بموافقة ديال الانستريكتور دياله واتمينه في متناول طبعا الاتمينه كتكون في متناول طبعا بمقارنة عن النوح المطاريك يجينا شوية غالية را كنحاول ونحاول ونحاول ذاك شيء لحسب الاتمينه وليحسب المطاريك تماما انا هذا بندزل الرياضة الاخرى الرياضة الاخرى هي الوينك فول الرياضة جديدة نوع المطاريك جيدة من السورف وقد تماما معها الكايت لذلك لديك واحد الأفوال التي تكون قريبة لك نوع المطاريك تكون قريبة المطاريك وعندك البلانش ويكون لديك البلانش فيها شرع من تحت تحاول أن تصبح البلانش مهزوزة من فوق المطاريك لديك احساس آخر ما هو؟ ما هو الجميل؟ أعجبك أنت؟ هذا الرياضة جديدة وكيف تحسبك بطائر ونفس المطاريك؟ ما هو الإضافة التي تزيدة؟ هذه تعمل بها البلانش وفويل بها الجناح الطائرة تكون تحت من البلانش وكيف تتحرك من البلانش تحت تحرك من البلانش من البلانش وفي ذلك تحرك ونزل تقع على طائرة الماء نعم هذا الماء وكيف تحرك أن تتحرك وكيف تحرك طبيعة الحال هو الليك يعطيك تلك الصراعة بشأنك تتد لا تزوينا هذه الحساس غريبة هذه لا تخاف لها تبشيلك موالو شكلت يلا دير بحل شي طيارة صغيرة أقل خطورة هذه شوية على الكهت ما عندي ما نتسالك أسياد إيلاء ما عندي ما نتسالك يا الله دبان المستمعين ينوما يسمعوكم مباشرة وكين شوفوك كذلك مباشرة أشنوى النداء اللي ممكن توجي لجميع المغاربة ومستمعين دي الراديو أصوات والكي تسنتون داخل وخارج أرض الوطن نحاولو نشجعوكم إن شاء الله باش تديروا سوية دل سياحة الداخلية حانت باش يكون لدينا إقبال شوية دل المغاربة كتر لدينا حتى لدينا إقبال كتر من اللي يتخلون جي بزاف لنك نحاولو نشجعوكم تنتون ومش تحاولو تبرفيتون من اللي ذاك شوية تلك نديرون في مدينة الداخلة نعم دبقا قدنا السؤال الأخير والمحطة الأخيرة هو الجيباس دابا بغينا نوصلوا عندكم جينا للمدينة الداخلة باش دير باش الناس يبدوا يعرفوكم باش يبدوا يجيوا لهذه الأماكن باش يمارسوا هاد الهيوية وهذا ريادة ديالهم غاحنا نزلنا سوءا في المطار او جينا بالطنبيلة دخلنا للمدينة الداخلة عندك سيدي اش منطر قد نأخذو هي عندك الداخلة عندها الداخلة وخرجة واحدة مهاما في منين غاد دخل غاد يبانو لك الأشرع فيما بانو لك أشرع وش منتيجة غتشد من خارج من الداخل من خارج من الداخلة في تجاه العريق وبعد 25 كم من بانو لك الأشرع يبانو لك المنتجهات السياحية بزاف المنطقة وممكن ان تراهم رأي تم ماداك هو السبوت هو السبوت ديالكم سبارك الله عليك انا كنفرح بزاف من كل القشب باما مغريبي سبارك الله سير سيرعال سيعب الاله اللي باقي صغير في السن وكي مارس هاد الهد هاد الهد في اطار تجيه السياحة الداخلة يوم أحوجنا اليوم السياحة الداخلية دينا